موسيقى وللحديث أكثر عن التطورات الأخيرة في الأسواق العالمية ينضم إلينا من الأردن سيد ساركيس تشوبريان والأسواق العالمية في مجموعة إكويتي أهلا مكا سيد ساركيس بداية نتحدث عن الخبر الأبرز وهي أسعار الذهب التي سجلت خلال الجلسات الماضية تراجعات بالنسبة لهذه الأسعار وخسر ربما الذهب في هذه الجلسات الماضية محجمه 200 دولار ربما تحدثنا أكثر عن الأسباب الجوهرية لهذه التراجعات لأسعار الذهب بالفعل تعرضت أسعار الذهب لموجة جني أرباح كبيرة جدا تسببت في انخفاض الذهب لقرابة 200 دولار من القمة التاريخية التي تحققت فوق 2070 دولار خلال تداولات يوم الجمعة الماضي قد تكاثفت الأسباب التي دعت أسعار الذهب للانخفاض والتي كان منها أيضا إعلان الرئيس الروسي عن إيجاد لقاح والبدء باستعماله في روسيا وهذا ما خفف أيضا المخاوف تجاه انتشار فيروس كورونا لكن لحظنا هذا اليوم بعدما لمست أسعار الذهب مستوياتها الأدنى عند 1862 دولار للأنصة الواحدة تقريبا شهدنا قفزة نوعية كبيرة بأسعار الذهب لتعودة للإستقرار فوق 1900 دولار للأنصة الواحدة وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن هناك العديد من الجهات تقوم وما زالت تقوم بشراء الذهب كملاذ آمن ولتغطية حالة عدم اليقين الاقتصادية لنتحدث قليلا عن أسباب الانخفاض القوي الذي حصل لأسعار الذهب فالظروف متعددة لكن هناك ملاحظة مهمة هي أن منحنى العائد لسندات الحكومة الأمريكية أمد استحقاق عامين وعام واحد منحنى السندات ارتفع من مستويات السالب ليرتفع للموجب إذ أن عائد السندات أمد استحقاق عامين لهذا اليوم تتداول حول 15% فيما سندات أمد استحقاق عام واحد فهي تتداول عند 14% وهنا نلاحظ بأن منحنى عائد السندات عاد للموجب وهذا ما ضغط على أسعار الذهب خلال الجلسة الأسيوية لكن هناك حالة من القلق الكبير تسببت فيها نيوزلندا اليوم عندما أعادت إعلان حالة الطوارئ بفعل تفسي فيروس كورونا هناك وعاد المتداولون للنظر لاحتمالية أن تقوم عدة دول أخرى بهذه الخطوات من إعلان حالة الطوارئ مما قد يعثر إعادة الفتح الاقتصادي الكامل في العالم وربما قد يقلل من سرعة تعافي الاقتصادي العالمي وهذا ما أعاد الطلب على الذهب مع افتتاح الجلسة الأوروبية بشكل ملموس ولذلك نلاحظ بأن كل انخفاض بأسعار الذهب هناك من يتوجه لطلب الذهب إن كان كملاذ آمن أو لتغطية الظروف الاقتصادية التي ما تزال ضبابية تجاه التعافي الاقتصادي خلال النصف الثاني من هذه السنة نعم يعني أيضاً عم نتابع الأسواق الأمريكية وهذا الصعود اللي عم نشوفه سركيس يعني هل التأخر بإقرار حزمة التحفيز قد تحد من عملية استمرار هذه المكاسب الآن لأسواق الأسهم وإحنا شفنا يمكن خلال الأسبوعين الماضيين هذا التوازي الذي يحدث ما بين أسواق الأسهم والأمريكية وأيضاً أسعار الذهب وهي عادة تكون نادرة هذا التوازي بالارتفاعات صحيح بالنسبة لأسواق الأسهم الأمريكية باعتقاد أنها تتواجد عند مستويات قد تكون مصيرية جداً وبالفعل ربما تكون الخطة التحفيزية أو خطة الإنفاق العام هي التي ستحفز الاتجاهات خلال الفترة المقبلة وأفضل إثبات على ذلك هو الارتفاع الكبير الذي حصل يوم أمس في مؤشرات الأسهم الأمريكية لكن عندما ظهرت إشارات عن تعثر خطة الإنقاذ عادت لتفقد كل مكاسبها وهذا يعطي انطباع بأن أسواق الأسهم الأمريكية حالياً تنتظر خطة تحفيزية جديدة وهذا الأمر لأن الاقتصاد الأمريكي يتعافى بشكل تدريجي لكن هذا التعافي ما يزال بطيء والاقتصاد الأمريكي بالتأكيد بحاجة لمزيد من خطة التحفيز الاقتصادية حتى يتعافى تماماً من الآثار الاقتصادية التي تأثر فيها خلال الربع الثاني من هذه السنة بفعل انتشار فيروس كورونا وبالتالي في حال تم إقرار الخطة أو ظهرت أي أنباء تشير لاحتمالية إقرار الخطة فربما نشهد مزيد من الارتفاعات في مؤشرات الأسهم الأمريكية لكن كل تأخير وكل طول فترة إضافية لإقرار هذه الخطة واستمرار أيضاً حالة عدم اليقين ما بين الحجم الجمهوري والديمقراطي تجاه حجم هذه الخطة ربما يتسبب في حالة من التذذبذب مع بعض الانقفاض في مؤشرات الأسهم الأمريكية فكل هذا بأتقاد متعلق في توجه الدول أو الولايات المتحدة نحو خطة الانفاق بإقرارها أو عدم إقرارها نعم ساركيت بالنسبة لأسعار النفط الآن على ما يبدو على استقرار هل يمكننا القول أن النفط حالياً بعيد عن كل ما يحصل من مستجدات في الأسواق؟ النفط يتأثر بالتأكيد فيما يحصل في الأسواق لكن هناك بعض المتغيرات التي يراقبها المتداولون وكنا نعلمها سابقاً لكن جاءت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس لتؤكد ذلك حيث إن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أشارت إلى أن الطلب العالمي على النفط ارتفع من 85 مليون برميل كمتوسط خلال الربع الثاني من هذه السنة إلى 93.4% خلال الشهر الماضي وهذا يعتبر تطور إيجابي جداً في طلب العالم على النفط لكن من ناحية أخرى حتى هذا الارتفاع الذي تم تأكيده خلال الشهر الماضي ما يزال ما دون المستويات المعتادة للعام الماضي حيث كنا نشهد طلب عالمي يقدر بـ 100.1 مليون برميل يومياً كمتوسط وبالتالي التعافي في طلب النفط لم يصل لحد أعاد الطلب العالمي إلى مستويات ما قبل الجائحة وبالتالي نلاحظ بأن أسعار النفط تتأثر بذلك من خلال تداولات ضمن نطاقات محدودة نسبياً ما بين ارتفاع وانخفاض فيوم أمس شهدنا محاولة للارتفاع في أسعار النفط لكنه عادل للانخفاض وهذا اليوم أيضاً نلاحظ بأن عقود النفط الأمريكي الخفيف وكذلك برينت تحاول الارتفاع لكن هذا الارتفاع ما يزال محدود فهناك عدة متغيرات منها انخفاض الطلب العالمي مقارنة في العام الماضي لكن تعافي قليل في الطلب العالمي مقارنة بالربع الثاني من هذه السنة وكل هذا أيضاً يمتزج فيه خفض منظمة أوبيك للإنتاج وتوقعات من خفاض الإنتاج الأمريكي بمقدار 2 مليون برميل لكن مع أيضاً انخفاض في الطلب العالمي وهذا كله ربما سيبقي على تحركات أسعار النفط ضمن نطاقات محدودة لكن لا أستبعد بعض المحاولات للارتفاع في حال استطاع النفط أن يجد بعض الطلب وتم إثبات بعض التحسن في الطلب خصوصاً مع انتظارنا لهذا اليوم لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية والتي ستصدر تقرير مخزون النفط الأمريكي نشكر أكتار كيست شامريان محل الأسواق العالمية في مجموعة إيكوتي جروب كنت معنا من عمان شكراً جزيلاً لك ترجمة نانسي قنقر